في مجموعة من الأخبار اللي طرأت النهاردة ومبارح مهم جدا أن نحن نشوف ما وراء الأخبار بدايتنا الأهلي يتعاقد مع الزنفلي حارس مرمى الداخلية الأهلي بيتعاقد معاه في اللحظات الأخيرة قبل ما ينتهي باب القيد غدا مبارح الأهلي أعلن هذا رسميا باشواندس دا كان خبر مهم لكن مؤكد وراه تفاصيل كتيرة أنت أدرى بيها ما نحن كنا يعني ملمحنا أنه مش هنرمي الفوطة قبل ما وعلقنا على ليه الأول حارس دلوقت هو الحارس مسألة أنك أنت تجيب حارس هذا ليس لا علاقة بمدى ثقتك في الموجودين مهم إنما لا علاقة أنه أنت فقدت حارس كبير وعندك مكان يسمح بأنك تكسب حارس آه مهم كنا نتمنى يعني يجي وقت القيد الإفريقي لكن أضعف الإيمان ها يجي لك في دوري لأن الحارس التاني اللي هو حمزة أي نص الدوري التاني هيبقى منشغل مع المتاحب الرومي في باريس فلو أصيب حد هتبقى عندك مشكلة فأنت تجيب حاولنا مع بسام وكان بسام من أول لحظة هو الأقرب والاختيار الأوقع إنك أنت تجيبه عشان يبقى موجود معك ما كانش فيه تعاون كافي منه كل واحد عنده أسباب يمكن القيادات الكبيرة كانت متفاهمة موقف النادي الآلي لكن أصحاب القرار اللي هم في الملعب كانوا شايفين غير كده طبعا كان فيه طلبات ما كانش ممكن حتى أنك تسمعها مش تناقشها يعني لو الرفض لسبب الاحتياج الفني نحترم لكن المطالب بهذا الشكل ما نقدرش هناما الطلبات لأنها حدثت تليفونيا بيني وبين مسؤولين وبين أمير وبين مسؤولين ما يصعرش أن أنا أطلع أتكلم فيه لكن كان مستحيل الأهل يوفع لي ما تسمحاش ما تسمحاش أمرك ما هتتصور أن الأهل يصل به الأمر نقبل هذه المطالب المهم يعني المهم يعني ما حصلش في نفس السياق السياسة والقرارات الحاسمة كما قالت شيرشيل هي فن الممكن أيوة وما لا يدرك كله لا يترك كله أيوة الممكن ساعتها أننا كنا نجيب حارس مهم وموهوب جدا أنت قلت الزنفالي أنا حقول الزنفالي هو صلحها من فترة قال لك بلال علام قال لك أنا سألته فقال الزنفالي أنا الناس تقولها بقى زي ما تقول مش يبوه دا حيبقى خلافنا يعني لكن هو هو موجود وموجود علشان يبقى أربع حراس كما ينبغي لأي فريق كبير بيخود مجموعة من البطولات مسألة ثقتك في لعبتك هي عايز من نخشى يا أستاذ إبراهيم لما كابتش ناوي جاله شد قبل ماتش الوداد وماتش الوداد هو ماتش نوك قوت خروج مش ماتش مجموعة وبعدين جاء الجاز الطبي قبل الماتش ب24 ساعة قال للكولر ممكن يلعب المباراة كولر كان قراره إيه لأ مصطفى شبير يلعب المباراة دي دا معناه إيه أنك ترى ونحن معك أنا مصطفى شبير بعد الشناوي على الساحة واحد من أهم الحراس الموجودة في مصر فالثقة ما لهاش علاقة بهذا الأمر ولكن زي ما بقولوا إيه التحسب لأسوأ الظروف لدينا بيبقى معك حارس رابع كويس ومهوب الزنفالي حقول لها المرادة زنفالي بقى عشان إيه نبقى قلنا كل الاحتمالات كان القرار التعاقد معه ستة شهور كان في نفس الاتجاه أمير شغال أنه يبقى الزنفالي وزنفالي من الأول الداخلية أبدت المورونات وال كان فيد؟ أقى أبدت الموافقات وطبعا اللعب مرحب نتمنى له التوفيق والناس لو تتذكر أداءه هتلاقي أن نلاقي حارس مرمى امكاناته كويسة جداً أنت عندك دلوقتي أربع حراس كويسين تواجه أي مخاطر حرصنا أثبتوا الجدارة كابتن شبير خلاص عدى مرحلة التقييم بإذن الله مصطفى حمزة نفس الشيء من خلال المتخب الإلومبي يختار أفضل حارس في المنافسات الإفريقية ورجل مباراة في أكثر من المباراة مصطفى مخلوف كمان مصطفى مخلوف ده مخلوف هو لعب موهوب أعدنا ثلاث سنية عشان نجيبه من نادي الترسانة رشاقة وقوام وموهبة وشخصية وهادئ جدا وهو بحسابات المستقبل بإذن الله يكون له شأن كبير في حراسة المرمى والآن الزنفالي فأنت بيدعم يبقى بإذن الله طب ليس ستوشر هو ستوشر بنيت الشراء كل الأرخاب اللي بتتقال دي كلام مش مظبوطة مش مظبوطة لا طبعا أقل من كده محسوبة لأنه كان عنده شرط في عقده كان في تعاون كويس من الدخلية جدا جدا ووكيله كان الرجل برضو معقول كل الظروف كانت بتقول أن الصفقة الثالثة دي ربنا بيبارك فيها وبإذن الله يعني وأنا يعني عايز أقول للناس نهدى بقى مش كل قرار للإدارة يخضع للدبيت والتقييم أنت بتقايم إدارة وأخذ الأفضل على الساحة الدولية والإقليمية ومن حيث النتائج على الساحة الإقليمية والمحلية يعني مش معقولة ناس تفضل بقاماتها الكبيرة دي من أول الكابتل الخطيم محل تقييم ترجمة نانسي قنقر